مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات لكونها ترتكز على إرث تليد وتاريخ طويل من الصداقة العريقة والروابط الوثيقة التي بنيت على أساس احترام الآخر والتوافق في العديد من المصالح المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية المحورية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وجلالة الملك تشارز الثالث وقبله جلالة الملك الراحل إليزابيث عملوا بكل اجتهاد لتوطيد هذه العلاقات بين البلدين من خلال العديد من الزيارات المتبادلة والتي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية وإعطائها زخما وتطورا ورسوخا أثمرت العلاقات القائمة بين المنامة ولندن عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات مختلفة منها السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها عام 1935 ميلاديا شكل نقلة نوعية في العلاقات بين المنامة ولندن لكونه شهد نقل القاعدة البحرية البريطانية الرئيسية في الخليج العربي إلى مملكة البحرين ليسجل بذلك سطرا جديدا من سطور العلاقات المتميزة بين البلدين وبعد ذلك كان توقيع معاهدة الصداقة بين البحرين وبريطانيا عام 1971 لتنطلق التوافقات بين قادة البلدين الصديقين إلى مراحل متقدمة جدا العلاقات البحرينية البريطانية بمختلف مجالاتها وبعد أن تجاوزت المائتي عام باتت تمضي قدما في تحقيق تطلعات قادة البلدين في الحفاظ على ديمومة التواصل وترسيخ أوجه التعاون على الأصعدة كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين